بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم دكتور محمود حسين لاستكمال قرس Soil Stabilization وإحنا لسه في شابتر 4 اللي هو Mechanical Properties of Soil النهاردة هنتكلم على Part 15 أو الجزء الخمستاشر وهو مثال بسيط على Consolidation Test وأحب أنوه أن Consolidation إحنا ما شرحناهوش بالتفصيل على أساس أن أنت درسته بالتفصيل في Soil Mechanics فإحنا عملنا مراجعة سريعة عليه ودينا مثال صغير عليه ما ديناش أمثلة كتيرة زي Soil Mechanics المثال بتاعي بيقول إيه؟ بيقول The Given Data Where Obtain In Consolidation Test يعني إحنا حصلنا على النتائج دي من تجربة Consolidation For stress increment from 2 kg per centimeter square to 4 kg per centimeter square يعني دي مرحلة التحميل اللي إحنا جبنا منها النتائج دي طبعا إحنا عندنا لو تفتكر ما جينا شرحنا التجربة قلنا إن أنا عندي كل يوم مرحلة تحميل مختلفة فدي المرحلة من 2 إلى 4 ومجيني الانشيال سامبل هايت كان 20 مليمتر وخلي بالك إن العشرين دي كانت في بداية التجربة خالص مش في بداية المرحلة دي عشان إحنا مع الوقت لو تلاحظ كل ما هتزود اللي هيحصل الارتفاع بتاع العينة هيقل عشان كده قال لي its height at the start of increment was كام 19 يعني الارتفاع بتاع العينة في بداية مرحلة التحميل دي كام 19 ملي السامبل بتاعتي كانت cross section area بتاعتها بكام 20 سنتيمتر سكوير والdry weight بتاعها كان 53 جرام والspecific gravity بتاعها 2.7 من 10 إيه النتائج اللي هو مدهني مديني الطايم بتاعي بادي من أول 0 minutes لحد كام لحد 1440 minutes ماشي بقى بمتدرجة 0.04 0.25 0.5 1 2 4 4 6 4 9 12 4 16 answer on لحد ما وصل لكام ل1440 ومديني اللي تشانج في الثيكنيس بتاع العينة طبعا في الأول لسه ما فيش أي تغيير حصل وابتدى التغيير ايه يحصل بس خلي بالك ان التغيير ده كله طالع بالإيه مفروض انه يطلع بالسالب يعني ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان العينة بتاعتي سمكها عمال يقل معايا مع الطايم طيب وآخر آخر change في الثيكنيس بتاعي اللي هو 1400 أو 1.4 A2 ده ده طريقة جزر الطايم لتيلور و لوج الطايم لكذا جرانز ليه عشان نوجد coefficient of consolidation بتاع الصير اللي هو CV طبعا احنا مش علينا ان احنا نبتدي نسبة القانون بتاع CV اللي هو CV على TV بيساوي D square على الطايم ده قانون بتاع ايجاد CV او ايجاد الوقت او ايجاد الهبوط بعد وقت معين ده كله ممكن ترجع لي للsoil mechanics لكن هو اللي احنا طلبينه من CV هنجيبه ازاي هبتدي ارسم علاقة ما بين من root time وليس time ومع delta h لو تفتكر كانت العلاقة دي دايما تطلع لي عاملة ازاي تطلع لي curve وبعدين خط وبعدين من curve انا بس بوضحها هي فعلا جاي curve وبعدين في خط هوت وبعدين جاي curve تاني هنا فكنت بعمل ايه عشان اجيب CV اول حاجة ده خط مستقيم كنا بنعمله ايه بنمده ويجي لي هنا نقطة فانا عملت فعلا كده مدت لخط الاحمر فتقطعت هنا في النقطة بعدين الخط المستقيم اخد اي مسافة هنا X 2 3 سنت ايا كانت واجيب نقطة تانية هنا بتبعد عنها 1 و 15 من 100 X ايه نقطة ايه خطتها شايفينها المسلس اللي هو البنفسيجي دوت خدت المسافة دي استها وضربتها في 1 و 15 جابت لي النقطة اللي جنبها دي وبعدين من النقطة دي والنقطة دي اروح موصلهم بإيه ببع وصلت النقطة 2 ببع فعلا النقطة دي والنقطة ديت وصلتهم ببع تقطعوا هنا مع الكيرف في مين في نقطة اطلع بالنقطة ديت يديني مين اهي لما انا تقطعت هنا في نقطة طلعت فوق هنا جاي لي هنا كام دي قيمة 4 اللي هي مين دي عبارة عن جزر الطايم عشان انا برسم مع علاقة ما بين جزر الطايم جزر الطايم بس جزر الطايم ده مش اي جزر طايم ده عند نسبة تصلب كام 90% يعني الكلام ده عند نسبة تصلب كام 90% طب ودي هتفيدني بايه لا هتفيدني من الجدول اللي احنا عارفينه اللي هو العلاقة ما بين نسبة التصلب يو وما بين التيفي عند القيمة اللي هي كام 90% مفروض التيفي قيمتها بكام 0.8 4 8 يبقى دي هعرفها على اساس ان الطايم ده خاص بمين بالتيفي دي طيب احسب بقى ازاي بقى السيفي عشان احسب السيفي لازم احسب الاول سمك العين اللي انا هشتغل عليها ازاي التجربة لو انا بتكلم على نهاية التجربة هقول 19 ناقص الديلت اتش اللي حصلت طيب وديلت اتش دي اجيبها منين لو ترجع شوية كده ورا هتلاقي هنا دلت اتش بكام بواحد بوين اربعة تمانية اتنين تاخد ال19 ناقص 1.482 دي تطلع لي سمك العين بس اللي اللي هو اللي هي بتساوي ده زائد ده على اتنين فيطلع لي 18.29 مليميتر نرجع للموضوعنا ان احنا في تجربة التجربة بتبقى عينة السويل كده وبيبقى فيها فوق بورس ستون او بورس بليت وهنا بورس بليت البرس ده يسمح ان المياه تخرج من هنا وتخرج من هنا فبالتالي لو ارتفاع العينة اتش لأ الدرينج باز او اللي هي الدي بتساوي مين اتش على اتنين عشان هي مالها دابل درينج دابل درينج يبقى درجية دي بتساوي الاتش على مين على اتنين والتيلور قال لي ايه عند 90% احنا طلعنا الطايم لو تفتكر في الرسم ورا بكام 4 منت بس دي جزر الطايم انا عايز الطايم اربحها يبقى الطايم بتاعي بكام ب16 مين لو حولتها تطلع لي ب960 ايه سكن نرجع للقانون بتاعنا اللي هو CV على مين على التايم بتساوي دي سكوير على مين على الطايم CV ده مجهول التايم اه انت هتحط الطايم كام لا ده انا هحط الطايم او هحط الطايم عند كام عند ده ده دابل درينج يعني بتساوي ه على مين على اتنين ادي دي اهيت سكوير يبقى يطلع قيمة CV 7.36 فعش وصنا 4 سنتيم سكوير على السكن كده انا جبت CV بطريقة مين تايم نفس الفكرة هنعملها في طريقة كازا جراند اللوغ الطايم بس لها رسمة تانية ان شاء الله هنشوفها في البارت القادم باذن الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته